أهلاً وسهلاً كانت منكم تكونوا بخير وعلى خير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الناس اللي عندهم السياتيك النساء أو الرجال اللي عندهم بوز اللوم كي يبغي يصلي ما يقدرش كي يبغي تحنا ما يقدرش يبغي يوقف ما يقدرش كيتكوانسة كلي يضربوا الضوء هاد المنطقة اللي نحط فيها القلة سبحان الله العظيم سوف نحول القلة من بلاسة لبلاسة اللي اشتو معي اشتوها خطراك ندير النحاس خطراك ندير القلة هاد هي البلاسة اللي غالباً نساء ورجاء كيتشكوا منهم وبعد المرات راني ما قدرش نصور لكم كان هبطها مع الفاخذ يعني كان نخدم النحاس كان شخص القلة غتقبط فيها كان هبطها مع الفاخذين ما غتقبط ليش القلة كان دير الكؤوس يعني كان مشي من الورك حتى للصيقان لكي نريح ديك العصبة لمدة ثلاث أيام والناس اللي ما جاء لعندي سأعرف العلاج يولي كان نخدم ثلاث أيام متتالية ومعك كان نعطي النصائح وكان نعطي الزيوت اللي غتخدموا بها والراحة النهار الثالث والرابع لحسب الحالة كان ندير حجامة هالطريقة هذي جربتها معي لقيت واحد نتيجة مزيانة حتى بعد الناس مني كي يكون مسرح فوق البياس ما تعرفش شك يضر يقول يا صافي في المحط يدتي غوط ولكن عندما ندرت هذه الوضعية لحل الركوع أو السجود أعطيتني نتيجة يعني كنحطي الديت يعني الشخص كمشي معه مباشرة في كل الآلام فمتوني الطريقة فعلا هنا ثاني هبطنا الأسفل نحن كنمشيه بشو 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 كنريحو العاصبو كنريحو المكان اللي فيه الآلام يعني الرجلين بجوج أو الرجل كل واحده في كي يجيه الآلام ديال وزلهم لأنه كيتنقل مرة في الكعبة مرة في الصاق مرة في الفاخد مرة في الورك مرة في الضهر وما كننساش العمود الفقاري حتى وكريحو لأنه الأساس هاد العملية هذي شخص كي يجي عندي كي يخدمت لك تمشي لداركم ما تمشي لهنه لهنه لأنني حليت لي المسام نشطي الدورة الدموية سخنته ويقضي واحد الغرض يعود يتضاعف عليه الهم يعني غيتزاده للبرد ويجي عندي يخدمت لي البارح وما كانت نتيجة كي يخرج من عندي كي تمشي ترتاح اي حاجة انا اعطالكم خاص الراحة سبحانه العادي تكميلة العلاج مهم الفيديو باين وسمحوا لي ما وضحش بزاف لأنه مهم الفيديو باين وواضح ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة